اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأجيل الموعد الى الشهر الجاي ومصدر اخر اللي هو اللي لا يقل قوة عن المصدر الاول ذكر بان الكشف عن لعبة واللي تدور احداثة في فيتنام رح يتم خلال شهر مايو الجاي طبعا ثقتنا بالمعلومات اللي رح نحصل عليها من The Gaming Revolution كبيرة خاصة ان كان اول المصادر اللي تحدثت عن طور البتل رويال الوارزون وايضا اول من تحدث عن تسريبات لعبة Call of Duty Mother Warfare بجانب تسريبات الرماستر الخاصة بلعبة Call of Duty Mother Warfare 2 ولثبت صحتها لاحقا ايضا غالبا ما تراح تكون معلوماته مستندة على مصادر داخلية قوية بجانب انه جاء متفق مع المصدر الثاني والاخر لا يقل قوة عن في تسريب المعلومات الخاصة بالسلسلة ايضا اشار المصدر الى ان عملية تطوير اللعبة راح تتم من خلال اثنين من استوديوهات اكتيفجن ورح يتولى اللي هو استوديو ترايارك تطوير طور القصة بينما راح يتولى استوديو سليج هامر جيمز تطوير طور الالاين الخاص باللعبة طبعا زي ما انتوا عارفين تتزامن للتسريبات هذه مع تسريبات اخرى تتحدث على ان سوني ومايكروسوفت تستعد لعقد فعاليات خاصة اشان تكشف عن اجهزة الجيل الجديد خلال شهر مايو الجاي وكون لعبة كول اف ديوتي 2020 حسب ما تم تأكيد من شركة اكتيفجن راح تكون مخصصة للجيل الجاي بجانب الجيل الحالي فممكن راح يتم الكشف عن اللعبة خلال احد هذه الفعاليات وايضا من المرجح ان تكون مع فعاليات شركة سوني كون تربط مشراكة منتظمة عشان يحصلون على حصريات بعض محتوى اللعبة مثل ما يصير من سنوات لمنصة البلاي ستيشن طبعا رقم قوة المصادر للمعلومات هذه تبقى تحت مضلة الاشعاعات الى حين تأكيدها من المصادر الرسمية وحتى الوقت ذاك اتمنى تكتبوا لي تحت في قسم التعليقات اراءكم وتضطعوا على زر اللايك واذا أنت جديد بالقناة اشتركوا القناة وبأمان الله